تمام؟ فهي مش قرية هي القرية هتعرفك اه ان فيه اقطان فيه كتانات فيه امشة طبيعية فيه امشة الصناعية طب الامشة الطبيعية جاية منين طب الامشة الصناعية ايه طب دي امتصاصها مثلا للعرق عامل ازاي طب دي مقومتها للمية او الكرمشة او ايا كان عامل ازاي فهي بتحرفك الايه الاساسية يعني الحاجات الاساسية او الصفات الاساسية للامشة تمام؟ لكن عشان تعرفي الامشة دي هتنفع للدراس ده او التصميم او الفكرة اللي في دمائك ولا لأ لا طبعا لازم تنفيذ عملي عشان تعرفي هل هي بتمفش يعني هي منفوشة وقفة ولا انت عايزة حاجة انسداليتها عالية ولا انت عايزة حاجة مثلا يبقى فيها خمس تريتشنج طبعا لازم طالما فيه اماكن يعني هتحطيها في اماكن حركة يبقى لازم الخطة خصوصا لو حاجات السورية بيبقى الفتنج بتاعها عالي بتبقى ديقة جدا فمحتاجة يكون فيها نسبة استراتش فدي بتمطيها كده بايدكو بتعرفي فالقماش بتزات يا جماعة عايز خبرة عملية اكتر من النظري تمام يا غادة طيب تمام الصوت واضح يا جماعة فيه ناس قالتلي ان الصوت مش واضح عزيزة مرسيا عزيزة قويم مرسيا حبيبتي بحاول والله ان انا عارفة ان كل حاجة لوحديها بتبقى محتاجة كتب يعني بتبقى محتاجة حلقات مش فيديو واحد بس انا والله بحاول ان انا اختصر لكم طيب تمام مرسيا نورهان الصوت واضح الحمد لله طيب اسرع طيب بصي اسرع طالما انت اقتصاد منزلي وخريجت قسم ملابس فانتي لا انا رأيي ان انت تشتغلي في مصنع الاول يعني معلش انا هعمل لود عليك انت لازم تعملي اللي اتنين يعني انا كنت بشتغل وكنت بطور من شغلي اللي اتنين مع بعض انا كنت بشتغل في مجلة حجد بكتب ارتكز انا كنت بنفذ فستين بتاعتي لي فكنت بتضرب على البطرون وكنت بشتغل في مصانع فالخريجين بتوع الكليات المتخصصة يعني فرصهم اه انت عايز تشتغلي في مصنع هتشتغلي في مصنع عايزة تبدأي على طول تبدأي على طول بس طالما انت لسه خريجة مفيش مشكلة خالص انك تعملي اللي اتنين مع بعض اشتغلي في مصنع وطوري من مهاراتك اللي اتنين مع بعض العفو يا ياسمين شازا لو قلت لحضراتك انك وحشاني جدا مفسسا ان شفتك من احسن الدكاترة اللي اخدت معا كورس مرسية شازا مرسية حيبتي ربنا يخليكي انت وحشتيني قوي قوي والجروب بتاعك وحشني جدا والله من احسن الجروبات اللي انا درستي لهم حضرتك بتفصلي بليزراتس وريق بصي حبيبي انا بعمل لنفسي انا مفصلش الحد يعني سامحوني معلش بس انا ما بفصلش الحد لان انا انا بدرس وعندي اولاد وبتاع فانا مفصلش الحد انا مفصل حد حتى صحابي والله يقرأي لو مش حاجة سارة الفئين صباح الجمال يا دكتور انا عايزة اعرف هو في سوق العمل في التصميم بيقبله بالسكتيات اليدوي ولا اللي شغال تصميم بالبرامج اكتر بصي اللي اتنين انت عندك مصانع محلي في مصانع محلية لسه متشتغلش بالكمبيوتر تمام وفي شركات ومصانع لازم يكون عندك اكسبرينس بالكمبيوتر لان هي متشتغلش في الكمبيوتر انا اشتغلت في فنوعين من الانظمة تمام في مصانع الورقة بالسكتش كده انت مسكة في ايدك ورايحة للباترنست بتشرحينه تمام واشتغلت في شركات ومصانع تانية انت قاعدة قدام الكمبيوتر ثمان ساعات يوميا انت عملت عملي في الديزاينز بتاعتك وبتحط عليها الباترنز وبتحط عليها الالوان طبعا اللي مطلوبة منك او اللي الشركة فرضاها عليك فيسارة الاثنين موجودين تمام فلازم يكون معاكي التو سكيلز او التو كواليفيكيشنز وانتي اصلا خرجت فنون تطبيقية فيعني ان شاء الله يتبقى الاستابس معاكي الاستابس معاكي تكون اسرع ان شاء الله يا ايمان اشوفك على خير معي عبدالنبي مكان كفيين انا اخدت الفشن بس محتاجة اقعد على المكانة واتعلم اكتر واجب انهي احسن مكانة للبداية بص يا مينا الاكاديمية بتاعتي في المساحة حدوشر شارع المساحة انا والله انسيت رعينوين الاكاديمية بقى لها ثلاث اسابيع هي مقفولة يا رب بقى والله يعني الموضع دا ينتهي على خير ان شاء الله اهم حاجة بس سلامة الناس وسلامتنا كلنا طيب اه اجيب انهي احسن مكانة للبداية بص انا اقولك على حاجة هو مفيش حاجة اسمها مكانة للبداية ومكانة للنهاية طالما هتجيبي مكنة منزلي يبقى مكنةea كويسةация وأنا شايفة ان براذر هي احسن مكنة بصراحة انا بحب براذر جدا 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 اهضة اتجيبي حاجة صيني في systر و في دراجون فلاي دول برضه كويسين يعني السيستر و دراجون فلاي شو اي بيستحملوا المجهود كانت تتعلمه براذر طالما منزلي انا بحب براذر لو هتجيبي مكانة مصانع وتخلصي بقى يعني تجيبي مرة واحدة يبقى جوكي مايوصلك الإجابة لو حاب تسألني في أي حاجة برضو خاصة بالمكان مفيش أي مشكلة حضرتك بتفصلي ما هو آية آية انساعدني أنا بفصلي آية لنفسي تمام لكن ما بفصلش لحد يعني بعمل مشاريع اوه عملت المشاريع بتاعت المجستير بتاعتي وبشتغل في مشاريع الدكتوراه بفصل لنفسي في أي مناسبة سوري في 60 سوري بفصل لنفسي لكن أنا ما بشتغلش فيه كتفصيلي مش عشان حاجة بس عشان أنا بدرس already فما فيش وقت خالص والله ان أنا أفصل لحد